نحن الثاني فيه طبعا كالعادة نقاط قوة أو نقاط ضعف في الأهلي أو في الزمالك تحب تتكلم عن نقاط القوة في الأهلي ولا تحب تتكلم في الأهلي هتكلم عن الأهلي وعن الزمالك لا في الأبداية يعني هتكلم عن طريقة مارس الكولر لنهاية دي الجديدة علينا خلاص احنا الزمالك هفزينه مارس الكولر الراجل جاي يطبق اسلوب ضغط العالي طول المطش عاوز الاستحواز معايا والكرة تفضل معايا وضغط عكسي او المبكورات قطعة مني هاخد الكرة في التلت بتاعها وصعد مدرب التاني انا مش هجري على الكورة انا هسيب لك الكورة خالص وهستنك تيجي لحد عندي وهضربك في ضغرك يعرف من اين تقلق الكتف فريرة زي ما بيقول هو بيستنى خلاص اللي قدام ويغلط يفتح المساحات خصصا كمان في الشوت التاني اللي هو كمتقدم بهدف بيغير طريقة اللاعبة ثلاثة اربعة ثلاثة وهشرحها لك على البورد فالراجل مباراها تكون في تفاصيل صغيرة كريم بتاعة الضغط العالي بتاعة مارسل كورورة هو السلاح زوح الدين سلاح قوي جدا جدا في الضغط وفي استرجاع الكورة تبقى معك وفي نفس الوقت هو خطورته في المساحات والمسافات الكبيرة اللي بتتجاب لما اجي علعب ضغط عالي مطالب جدا ان انا يبقى عندي الارتداد الدفاعي بتاعي بتاع العيبة نص الملعب قوي جدا جدا لان انا دايما بسيب واحد من الديفندرات بواحده اللي هو أليو ديانج ولازم يبقى عندي الاثنين الستوبر بتاعي سراعة جدا عشان كده شفنا ان هو الراجل لعب محمد عبد المنعم على الشمال بعدما كان بيلعبه السان فاتح محمد ما كان بيعلمين ولعبه على الشمال وهو ده اللي هيكون مائل أكتر ناحية زيزه عشان الكورة متلاعب عليها وكورة لعب في الجزيري محمد عبد المنعم أسرع وممكن يقدر ياخد الكورة عاوز اشرح لك طريقة لعب الأهلي طيب انفعف هنا؟ لا هنا أحسن هنا أحسن طيب تمام ماشي مفيش مشكلة احنا قلنا زي ما جمال قالت ان زمالك بيلعب الثلاثة خمسة اتنين تمام؟ احنا هنقول دلوقتي لو النادي الأهلي بيبدأ الضغط علي الضغط علي كلنا عارفينه ان انا بزق كل الفرقة للنص هناك هنقول ان احنا بيضغط هنا محمد شريف او شادي حسين ايا كان وهيضغط هنا نفس الكلام برضو طاهر محمد طاهر وهنا أحمد عبد القادر وفي نص الملعب هيكون عندي يا كريم عمر الثلية وحمد فتحي وهيطير هنا علي معلول هنا على الشمال وهنا أكرم توفيق والاتنين المسيكين بتوعوا النادي الأهلي محمد عبدالله ومحمد التولي بيبقى الشكل بالزبط كده بتاع النادي الأهلي تمام؟ ايه اللي بيحصل يا كريم؟ انا لما اجي اضغط ضغط علي سوري ده هنا لما اجي اضغط ضغط علي الزمالك عاوز يطلع بالكرة من التاح ايه اللي عمل كده قدام الزمالك هيبقى عنده مشكلة كبيرة هيعنده مشكلة كبيرة بس في نفس الوقت الزمالك نفس مشكلة اللي ماتش بتاع الجزيرة لما اتلعبت الخلية الزبط اتلعب 25 كورة في ظهر ادفاع النادي الأهلي في المباراة اللي فاتت اللي الأهلي اضغط فيها بس انا بقولك بكلمك على الضغط العالي فيه ميزة ومشكلة نادي الزمالك في المباراة اللي احنا شفناها بتاعت كابتن طرق الزمالك العاشر المباراة اللي اولانية كانت سموحة كان فيه مشكلة كبيرة جداً عناد الزمالك أول ما بيدضغط عليك وانا شايفين الكابتن طرق عاشر ووقف على الخط بيدضغط بيدضغط زمالك كان يبيشاتة الكورة يبيلعب اللونج باس هتقولي مطالب أن الزمالك يلعب لونج باس لا ألعب لونج باس وانا عارف ان انا هابعثها لحد غير ان انا هابالعب لونج باس عشان اتضغط. فحنا بنقول ان لو انا دلوقتي يا كريم عندي اتضغط هنا اتضغط هنا من الوينج بتاع النادي العلي. وشاد حسين ضغط هنا. ونفس الكلام هنا. بيزق معايا وعلي معلول مسك الراجل هنا. عال سوري عالي معلول عشان معكوسة بس معايا. واكرم توفيق هنا. والاتنين الستوبر دول وقافين مع زيزو ومع سيف الجزيري. وعندنا يا كريم حمدي فتحي دايما بيزق رابع مع لعبة النادي العلي. المشكلة عندي انا ضغط 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 لو انا بقى حصل في مبارات الاسماعيل حصل ان انا عندي مشكلة في الضغط. الاتنين ضغطوا هنا وحصل مشكلة. هي كلها منظومة واحدة. ماينفعش ان حد يا كريم في المنظومة دي واحد بس لو ضغط غلط المساحات تتفتح. ان انا بلعب مساحات كلها واسعة جدا. وانا سايب أليو دانج هنا لوحده. ليه أليو دانج بيلعب؟ أليو دانج ليه اللي بتدي بيبنتحت؟ معين اليو دانج مش من اللعيبة المهرية او اللعيبة للكرة بتاعتك واسعة. ولكن هو اول ما النادي الاهلي بيستلم الكرة بنشوف حمدي فتحي بيزقق رابع هنا مع رابع مع التلت اللي جوم بتاع النادي الاهلي. وقال يو دانج وبيزقق برضو نفس الكلام عمر الصلاة علشان خاطر المسافة دي كلها سرعام الصلاةية. وعشان المسافة دي كلها تبقى موجودة دانج دانج يقدر ياخد الكرة ويزقق ويجري. ان هو دريبلر عالي جدا. دي المشكلة اللي ممكن تقابل حمدي فتحي. حمدي فتحي مش دريبلر قوي او مش هيقدر يطع الخطوات المسافات الكبيرة دي كلها. فها دي تبقى مشكلة. فزي ما بقولك يا كريم انا دلوقتي لو ضغط ضغط النادي الاهلي وضغط النادي الاهلي ومساحات فتحت هتلاقي بالزبط يا كريم يعني مسلا نقول ان الضغط النادي الاهلي غلط فحمدي فتحي ام سايب مكانه وام راح على هنا. هتلاقي ان ده الراجل طلع وراجل ده هيطلع هتبقى فيه مشكلة في المساحات عند النادي الاهلي. نفس الكلام الناحى الثاني. فهو ده لعبوا لك الضغط هو السلاح زوحى الدين للنادي الاهلي. نادي الزمالك عنده مشكلة في الطلاب الكورة محدد ضغط عليه. ولكن في نفس الوقت ده رسك عالي جدا لفريق بيعتمد كواليتي بتاع لعيبة نادي الزمالك مختلفة عن لعيبة نادي سيراميكوليباترا ومختلفة عن لعيبة نادي سموحة. فهي اشتركوا في القناة